اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناة تدريب كلاب لايفز ودوكز بحييكم وبحييكم مشتركين القناة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها ازاي تعالج كلبك من مرض البرف وبنفسك. وقبل ما نبدأ الفيديو لو اول مرة تتفرج على فيديوهاتي لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو مشترك على القناة شارك الفيديو مع اصحابك عشان تعمل فائدة وتدل على الخير كفاعله. لو محتاج اي معلومة تخص تربية الكلاب تقدر تكتب استفسارك في تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله نعمل لك فيديو نرد فيه على الاستفسار بتاعك. مرض البرفو من اخطر الامراض اللي ممكن تصيب الكلاب وبتأدي الى وفاة الكلب. اعراض مرض البرفو اللي بتظهر على الكلب وتبدأ من وقتها انك لازم تاخد اجراء سريع علشان تلحق تحافظ على الكلب بتاعك. اول حاجة لما تلاقي الكلب بدأ يبان عليه الخمول بشكل واضح. الحاجة التانية تلاقي الكلب بدأ يقطع الاكل. الحاجة التالتة يبدأ الكلب فيه القيء او الترجيع. الحاجة الرابعة ممكن الكلب يعمل اسهال مدمم. ودي من الحاجات اللي بتأكد خلاص ان الكلب تم اصابته بفيروس البرفو. اسباب اصابة الكلب بالبرفو. طبعا مرض البرفو هو بيجي في الاعمار من عمر خمسة واربعين يوم لحد ثلاث شهور او بعد الثلاث شهور بشوية بيكون اكتر وقت عرضة الكلب فيه ان يصاب بهذا المرض. اه فالكلب بتكون مناعته ضعيفة وطبعا مناعت الكلب لما بتكون ضعيفة بيبقى سهل جدا ان هو يتصاب بالمرض ده. حتى لو تصاب بنازلت برد خفيفة ممكن تتحور وتبقى برفو ويبدأ الكلب ان هو يسهل ويرجع ويبدأ يظهر عليه اعراض مرض البرفو. ازاي تعالج الكلب بنفسك لو حصل الموضوع ده قدام عينك وعايز ان انت تحاول تلحق الكلب على قد ما تقدر. اول حاجة هتبدأ بها انك تفكر على طول بسرعة انك تنزل تشتري الادوية اللي انا هنزل لك اللسه بتاعتها دلوقتي تكرقها. وتخليها موجودة عندك بحيس ان انت لو لا قدر الله شفت حاجة زي كده هتبدأ ان انت تستخدم العلاجات اللي هتشوفها قدامك دلوقتي. شكرا بعد ما هتجيب العلاج وهتبدأ تدي الكلب بتاعك العلاج خلي بالك ان مدة المرض بتتراوح من يوم لست ايام على ما بيكون الكلب بدأ ان هو يفوق. طبعا فكرة ان انت تدي للكلب اكل في خلال الفترة دي عن طريق سرينجة او اي حاجة تدخلها معدته هتكون خطر عليه جدا وهتأثر معاك جامد جدا في علاج الكلب وهتخلي الكلب لو هو في امل ان هو يعيش ممكن الامل ده ينتهي تماما. خلي بالك انك ما تدخلش اي حاجة معدت الكلب عن طريق الفم تقدر ان انت تحط للكلب مية هو يشرب بمزاجه تلقائيا انت ملكش داخل خالص ان انت تشربه المية هو الواحده هيقوم وهيشرب الواحده وهيرجع تاني. وهتبدأ انت بس مجرد انك بتدي له العلاجات اللي ذكرناها من شوية. ملحوظة مهمة وقت لما تيجي تروح تطعم الكلب اتأكد كويس جدا ان الكلب بتاعك صحته كويسة ونشاطه عالي. وطبيعي جدا ما فيش اي خمول ما فيش اي حاجة تبقى لك ان الكلب حاسس باي الم او اي حاجة اه تعب الكلب. بعد كده تبدأ ان انت تروح تديه للبيطري يطعمه لك. لان لو الكلب في اي احساس باي مرض اعرف ان الكلب ممكن يصاب بالبرفوم مجرد ما هياخد التطعيم. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب نكون استفدنا بالحلقة. ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.